بسم الله الرحمن الرحيم او ما عندوش انياب حقيقية في المباراة النهاردة ولكن في بعض الامور او المؤشر اللي احنا طالبنا به في المباراة المنتخب اللبناني اتغير نسبيا النهاردة امام المنتخب السوداني خلونا نتكلم على التشكيلة وضخ دماء جديدة في المنتخب النهاردة كانت مهمة جدا جدا يعني قلنا قبل كده احمد رفعت بيتقلق بشكل غير طبيعي مع نادي فيوتشر وعلي ماهر ليه بصمة معاه كبيرة جدا وصمم اللي هو ينتقل معاه من المصري اللاعب ظهر بشكل كويس جدا في كل مباراة في الدور لما يروح المنتخب الوطني ويقدي كويس جدا ويحرز هدف عالمي النهاردة ده الطبيعي وده العدالة بتاعت كرة القدم ما بيبقى في عدالة تأكدوا تماما اللي هتشوف اداء كويس لكن لمانا النهاردة بدهم لاعب لا يستحق يبقى موجود في المنتخب مصر وديره فرصة واثنين دي مش عدالة فحيبعا نروح لاداء الجميع يستأمن ايه الجميل في مباراة النهاردة اللي احنا عرضناه على الشاشة هنا في مباراة لبنان مستحوذ ايوة في حاجة اسمها استحوذ بس الاستحواذ السلبي في حاجة اسمها اهدار للفرص كل ده كنا شايفينه النهاردة لا النهاردة فيه لعيبة تقلقت بشكل كبير جدا هتكلم في كل حاجة ولكن بالنسبة لك جماعة كتيم تيم المنتخب الوطني تفتح التلفزيون لما شافش المباراة اتنين سفر من الضغط اللي حصل القوي جدا من المدير الفني وكمان الفرقة بتضغط ثم تستحوذ على الكورة وقلنا قبل كده الفريق اللي بيعمل كده ده فريق كبير فريق عنده امكانيات والذات سيطر من البداية للنهاية اللي انت تترجم السيطرة والضغط اللي انت بتعمله لاهداف كل ده كان كويس جدا معناه ايه معناه للمدير الفني فقودت اللبس كان مجهز بشكل كبير جدا مذاكر كويس بعيد بقى عن الاستحواذ قد ايه بعيد عن الفروق الفنية ما بيننا وما بين المنتخب السوداني كل ده كان امر واضح جدا في المباراة عايز اتكلم النهارده على لعيبة بعينة عايز اتكلم على حسين فيصل لعب بياخد فرصة بيعبر عن نفسه بيقول انا لعب دولي بتقلقت مع سموحة مشيت من نادي الزمالك وروحت تقلقت اخدت الفرصة مع المنتخب زهرت بشكل كويس جدا ومساكت في الفرصة عايز اتكلم على احمد رفعت لعيبة بيتقلق بشكل غير عادي بيجيب هدف عالمي واحد من وجهة نظري من اجمل واحلى الاهدف في تاريخ مصر الراجل بيلعب الفاول عشر على عشر ثم بترتد الكورة ما نزلتش الارض بيلعبها بشمال وتروح في المقص الشمال لحرس المرمى وهدف جميل جدا 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 كمان عايز اتكلم على ايمن اشرف وبتكلم دايما على نوعية اللاعب اللي بيلعب في اكتر من مكان ده بيبقى البمبناية بتاعت الفريق بمعنى ايه لما تكلمنا على ايمن اشرف بيلعب سردباك مع النادي الاهلي احيانا تلاقيه باكليفت في المنتخب نفس الموضوع النهار ده حطه مكان حمدي فتحي في وسط الملعب فاللعب يتقلق وبيلعب برجولة عشان عاوز هي دي الفكرة اللي بنتكلم عليها دايما فيه لعيب يبقى عايز وفيه لعيب ما تجبوش يبقى سالبي في المنتخب عشان اسمه كبير الاسم لا يشفع والكرة القدم بتعترف دايما بالمجهود والاسرار والعزيمة طول الوقت اللعيب اللي عنده اسرار واللعيب اللي بيحترم تشارة منتخب البلد علشان كده بنشوفها تجيب ايمن اشرف هل هو النهار ده لما يلعب سردباك زي ما بيلعب باكليفت او بيلعب ديفندر اكيد لا لانه بقاله سنين بيلعب في مركز سردباك مع النادي الاهلي فلما حط ايمن اشرف في وسط الملعب لا الدنيا عتبقى صعبة لكن ما شفتش اللي هو صعبة ليه بسهل على نفسه بيذاكر كويس نازل عارف هو عايز ايه عايز يبقى موجود في التشكيلة الاساسية فلعبني في اي مكان دي نوعية اللعيبة الرجالة بمعنى الكلمة عايز اتكلم على زيزو المدير الفني كان بيستبعده وزيزو بيروح يهد احتياطي مباراة واثنين النهار ده لما بياخد الفرصة برضو زيزو من اللعيبة المتميزة جدا 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 ومحافظ على مستوى مع نادي الزمالك عايز اتكلم النهار ده مش قدر اتكلم على الشيناوي ما فيش اي فرصة للمنتخب السوداني فيه سيطرة كاملة والسيطرة هنا مش معناها لضعف المنافس اه فيه امكانيات وفيه فروق شايفينها بشكل كبير جدا ولكن الاسرار اللي انت عشان انت افضل واقوى تضغط جامد جدا والترجم لخمس اهداف زي ما حضراتكم شفتوا واللعاب اللي زي مثلا محمد شريف قاعد بينزل بيهدف قاعد مذاكر عارف بحطه مكانه قلنا كزا مرة محمد شريف لما يلعب ناحية الشمال او ناحية المين مش هتاخد منه ابدا المرضود الفني اللي انت عاوزه فلما حطه في المكان بتاعه اللي هو الراجل بيتابع كويس جدا فيه انسجام ما بينه وما بينقفشة هي لمسة بتتعامل مع النادي الاهلي فبتلعش انت حافظ اللعاب اللي بتلعب معاه بتروح المنتخب وهنا مناش علاقة بالوان انا بشرح لعبة فنية فالراجل خلاص تشيب باص محمد شريف بيشترك بمنتهى القوة وبيجيب هدف اول ما بينزل على طول ده معناه اللي هو قاعد بستني بفرصة مذاكر حطته في المربع بتاعه حطته في البوكس اللي هو بيتعامل معاه دايما وهداف عن طريقه اروح بقى وديه على الطرف واستهلك بتضيع وقتنا ووقتك من الاخر ودي رسالتي للمدير الفني لما بتلاعب العب مش في مكانه بتضيع وقتنا اللي احنا نقعد نقولك غلط غلط مش صح مش هتاخد المرضود الفني وبتضيع وقت اللاعب وبتضيع مجهود كبير جدا وبتخلينا كلنا نروح لحاجات مش بتاعاتنا فبالتالي لما بتلاعب اللاعب في مكانه لأ بتاخد المرضود الفني وده بيأكد كلامنا اللي احنا قلناه اكتر من مرة اكيد لاعب زي حسين فيصل مش عايزة تترك لامره في الاخر هتكلم على حسين فيصل لانه لعب متميز جدا 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 امكانيات النهاردة لعيب عنده ثقة في نفسه ولعيب ما بيخافش لعيب تمريراته سليمة مهارته موجودة اختراقاته عارف طريق المرمة محسيتش اللي هو اول مباراة ليه دولية بصراحة في لعيب تلاقيه اول مباراة دولية مرعوب مش شايف زميله جنبه مع ان الدنيا مفتوحة والمباراة مفتوحة بس الخوف احيانا ما يخلكش فعلا تشوف زميله كل جنبه محسيتش منه كده كمان احمد رفعت السقة اللي بيلعب بيها لعب وصل في نفسه عنده امكانيات عارف تمريراته فين بيتحرك في المساحة الفاضية فين امتى يختارك في المربع اللي مفيش فيه خطورة واحد على واحد لا لعب واعد لعب يتقلق عايز اتكلم على عمر كمال عبدالواحد لعب جريء تحطه باكرايت تحطه باكليفت تحطه هاف يا جماعة من اهم الحاجات اللي عايز اقولها اللعب اللي بينضم المنتخب مصر ويش بيلعب في النادي الاهلي والزمالك ده لازم نقوله شابوه ليه اللي ثبت دايما والعين على الاهلي والزمالك واللعب ده يتقلق الاعلام بيتكلم عنه بشكل كويس جدا والاعلام دايما بيركز مع الاهلي والزمالك لكن اللاعب اللي بيلعب في غير النادي الاهلي والزمالك عليه يبزل مجود كبير جدا عشان يبقى في المنتخب ولما تاخد الفرصة لازم تمسك فيها طول الوقت وده اللي شفناه من عمر وشفناه من حسين فيصل وشفناه من احمد رفعت النهاردة عجبني اداءهم جدا جدا في ضخ الدماء الجديدة يخلي اللعاب اللي مفكر نفسه ليه مكانه مضمون لا هيطر يبزل اكتر واكتر عشان مكانه مايروحش منه عشان كده نصحتنا دايما ان القاعدة اللي انت فيه منافسة معاك كبيرة عندك وقدر اجيب في الباكليفت لاعب واثنين وثلاثة الباكراهيت لاعب واثنين وثلاثة راس الحربة لاعب واثنين وثلاثة ليه ما تخليش حد دوم من دايما اللي هو حيلعب هي دي الحقيقة عشان تاخد المردود الفني من افضل لاعب ده التفكير الصح وده التفكير بفروض المدير الفني يعمله النهاردة الاداء فيه سرعة فيه لمسة ولعبة مفيش حد بيجري بالكورة لوحده مفيش حد بيستخدم المهارة لوحده الاداء الجماعي شفناه موجود الضغط القوي المنتخب المصري وهي 3-0 ضاغط على المنتخب السوداني من قدام والمدير الفني واقف هو دي الروح اللي عاوزينها بيكلم العيبة الخط الحجازي والوينش يطلعوا القدامي ووقفين على الخط السنتر ليه عشان تدايق مساحة الضغط وده اللي قدر يعمله المنتخب الوطني النهاردة ويظهر بالشكل الأكثر من رائع احنا قلنا طول الوقت احنا مع منتخبنا قلنا طول الوقت احنا دعمين بس لما بيبقى فيه بعض الأمور السلبية أكيد بنتكلم فيها علشان احنا دورنا نساعد لكن لما يشوف حاجة بتدور المنتخب حاجة سلبية في المنتخب لازم نتكلم عشان ندي إشارة للناس اللي موجودة لخلي بنا ما كان زي ما فيه بعض الأمور هتكلم فيها دلوقتي عايز اتكلم على التحكيم النهاردة ودي رسالة للتحكيم المصري وهي النتيجة المنتخب المصري فايز بتلت أهداف للأشي لعيب وده اللي أنا باخده على المنتخب السوداني النهاردة فيه عمف غير مبرر فيه أكتر من لعبة تبطل لعيب كورا سواء مع عيمن أشرف سواء مع عمر السلية سواء مع الوينش فيه دخلات مش طبعية فما شفناش الحكم النهاردة بيقول فريق خسران ثلاثة فلا ما شفناش الحكم بيقول بحتوي اللعيبة أو بحتوي اللي عايزة يخرج المباراة لبر الأمان همه نفسه الحكم حب نفسه أكتر من أي حاجة فرسالتنا للحكام المصري حب نفسك أكتر من أي حاجة تانية حب قراراتك الصح النهاردة ثلاث أهداف بيترد واحد ثم بعدها بيترد واحد تاني للعنف القوي جدا معه الهدف محمد شريف اللي جابه هدف أكثر من رائع اتلغى الفار تدخل وقال الحكم تعالى شوف هو ده دوره قاعد مركز هو ده دوره قاعد مركز الحكام الفار قاعد مركزها استدعو الحكم تعالى تفضل شايف اللعبة سكرر اللي هي هدف صحيح بنسبة 100% مع أن قراره في الأول كان خاطئ فالبار هي عشان كده الدنيا اتغيرت عشان كده علشان أتابع اللعبة أدي كل المنتخب حقه وأدي كل فريق حقه فدي رسالة النهاردة في المباراة الحكم همه اسمه همه أداءه جوه الملعب حازم قراراته لأي حد حتى المدير الفني المنتخب السوداني كان بيتجاوز وبتكلم في جزء كده في المباراة بطريقة لا طاليق راح الحكم حذره ممنوع الكلام تهدى لازم الشخصية تفرضها على الجميع ففي حكم لازم تستفيد من موقف النهاردة محدش بقى ألاحتوي وما طلعش بقى الحكم يطلع يتكلم لأن الاتحاد الدولي أساساً بيمنع لأنت تتكلم في أي فنيات تتركز في شغلك فهنا رسالة من الفار والتدخل السريع ما عدش بقى ربع ساعة وينيم المباراة ويخليك تنسى أساساً النتيجة كام كام ده أحياناً بيبقى موجود عندنا فعشان كده حكم المباراة بصراحة شبوه على القرارات وبيطبق القانون وعلى الطردين اللي موجودين وعلى عدم الاحتواء اللي احنا بنشوفه بنسمع عنه هنا في الدوري المصر طيب فيما يخص حسين فيصل كان فيه مدخلة معايا قبل كده مع الكابتن حسين السيد وقال لي احنا بنستخدم ثقافة جديدة بنخرج اللعيبة ثم بنرجحها تاني لما تكتسب خبرات المعلومة اللي عندي اللي حسين فيصل ماشي ببلاش لنادي سموح ولعب بلعب في المنتخب الوطني وانت قريدي مش متأيد لك لعيبة عندك مشكلة في التأييد معرفتش تأيد لعبين ولولد خمق كويسة جدا لما تتفرج النهاردة مش ده كان ينفع بديل لفرجاني ساسي مش ده كان ينفع بدل ما روح ادفع 3-4 مليون دولار لعب اجيبه من برة الواحد بيقول الحق انا قلت مساند وداعم لكل الاندية ونادي الزمالك وبنشتغل بمنتهى الحيادية والعدل فالعدل يخلينا نقول اه بيطلع العيبة اعارة لكن يرجعلي تاني يتقلق ويرجعلي لكن تأكدوا كمان يا جماعة لو سمحتم المعلومة دي اللي هو خارج بدون اي مقابل بدون اي مقابل بدون اي مقابل لعب واعد عندي وانا ما ايدتش عندي مشكلة في التأييد اخلي ابني اللي هو متربي جوا النادي وهو اللاعب اجبرنا النهاردة على احترام مستوى هي دي الحقيقة اجبرنا على احترام مستوى اللاعب عنده ثقة في نفسه ما شاء الله ربنا يا رب يبدع عنه الاصابات عنده ثقة في نفسه ومش طبعية فهنا برضو مقدر شلوم المجلس الحالي النادي الزمالك المجلس السابق كان لازم يبقى فيه قرارات مدروسة النهاردة بياخد احسن لعب في المباراة ويستحقها للامانة يستحقها خلي بقى لكم اول مباراة دولية بتبقى صعبة بقى عليك ضغط وانت برضو خارج من نادي الزمالك راح تزبط وجودك في سموحة بتتقلق في سموحة ثم النهاردة بتروح المنتخب الوطني عايز ازبط وجودي ومعاك نجوم موجودة وباخد الفرصة وباستغل الفرصة بالشكل ده هتلاقوا اللاعب النهاردة اسعد لعب في مصر ليه؟ من اول مباراة ليه بياخد احسن لاعب بس نصحتنا من قط اللبس لحسن فيصل انت ما عملتش حاجة لازم تقاتل لو ابتديت او موراة القادمة لازم دي خطوة اولى وهقولك نصيحة كويسة جدا جدا نتعلمناها من اللي قابلنا سهل اللي انت توصل لكن الحفاظ هو اللي صعب فحسن لازم تقاتل اكتر وتدخل في منافسة اكتر وتحفز على مستواك وتخاف على مركزك واللي مشى اللاعب ده من نادي الزمالك واخد القرار هو قسامة فيصل بصراحة قرار خاطئ بنسبة مليون في المية قرار خاطئ ابني معايا اروح ادور على لعيبة تانية ده سيسيل اللي جبته ملعبش ولا مباراة لغاة دلوقتي اللي انت المفوق كنت مخرجه وقعار دي الحقيقة يعني افتكروا كده عمار حمدي او احمد عبدالقادر لما خرجوا اعارة النادي الاهل يرجعهم ابا خرج لكن ما سيبش باش حاجة اسمها ببلاش كرة القدم بقت صناعة بتاخد مش معنى انت لما تروح تشتري من النادي بيدفعك دم قلبك ولا انا بتكلم غلط يعني بنتكلم النهاردة اكرم توفيق خرج راح الجونة راح الجونة انا بدي مثال لعبة شفناها لو 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 ما شفناش كده مش هقول تقلق ثم بيكتشفوه في الباكرايت اللعب باكرايت اللعب بيقاطل بيمسك في المكان بيكمل ويبقى رقم واحد في مصر في المكان ده فدي النهاردة مباراة رائعة فنيا فيها امور كتير جدا ما كناش بنعملها الضغط من البداية على الخصم ما حانش اقول لي ضعيف ما انا كان ممكن اهدر الاداف زي مباراة لبنان كان ممكن ادائي ما يبقى سايق ما يبقاش فيه جماعية في الاداة لكن عجبني عجبني المدير الفني لما جبت الثالث بتدور على الرابع بتدور على الخامس بتدور على السادس ده المدير الفني اللي عايز يشتغل لان كل ما بتكسب اكتر بتدي رسالة للجميع هل النهاردة لو الاداء كان سايق وروحت المباراة الجزائر كنت هتروح الان والشرع المصري هيبقى الان لكن النهاردة النا رايح بخمس اداف راح بمنطقة القوة هركز اكتر وخليني اقول لحضراتكم مباراة الجزائر القادمة هي هي مباراة التقييم يوم الثلاثة في الساعة تساعة مساء ان شاء الله مباراة الجزائر على تحديد المركز مين هيبقى الاول ومين هيبقى التاني علشان كده مباراة قوية فنيا حيبان المدير الفني والفكر بتاعه المكان بتاعك او تقييمك الفني لكل اللاعبين لان اكيد منتخب الجزائري هو من اقوى فرق المجموعة ومن اقوى فرق في البطولة فدايما المباراة الكبيرة دي المقياس الحقيقي للتقييم الفني وبعدين خلي بالك انت لو تأهلت تاني راح للمغرب المغرب اللي فاز النهاردة على المنتخب الاردوني اللي فاز على المنتخب السعودي باربع هداف لاشي دي كانت مباراة منتخب المغربي اقدم مباراة قوية جدا 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 امام المنتخب الاردوني عشان كده لازم ان شاء الله لو انت عايز تكمل في البطولة اكتر والطبيعي اللي انت ما تهابش اي فريق وتتعامل مع كل الفرق لو رحت اول عشان ما تلعبش مع المغرب ففي المنتخب المغربي قوي فلازم تلعب على الفوز امام المنتخب الجزائري عشان كده مهم جدا 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 التركيز في المباراة القادمة نفس اللي عملته الضغط ما بنقولش نضغط التسعين دي لكن لازم او كشر عن انهابي لان انا المنتخب القوي افرد شخصيتك طب على الخط بمنتهى القوة صارم مع لعابتك اللي عب النهاردة فيه كروس او شوتة في الشوت التاني من عمر كمال عبدالواحد من حوالي 35 ياردة المدير الفني بصله وقال له بيقوله واي عنده حق ليه بتشوتها كده مرر احتفظ بالكورة لقى المدير الفني لازم يبقى متعايش مع فرقته في المباراة المدير الفني لازم يبقى شايف كل صغيرة وكبيرة الصغارات اللي بتبقى موجودة عشان كده قلتلكوا الاداء الفني لما نتكلم حتى لو الفريد مطروض منه اتنين حتى لو ضعيف فنيا النهاردة لكن انت كنت مصيطر في كل حاجة الشكل كان حلو ولما الشكل يبقى حلو بتطمئن كل الجماهير وتطمئن الاعلام والاعلام يبقى فدارك لان احنا اللي بنشوف حاجة حلوة لازم نقول حلوة ونشيط بيها وتبقى ماينفعش نقول غير كده ولما نشوف اداء فني سيء لازم نقولك سيء وفكرة اهدار الفرص النهاردة لا النهاردة الفرص اللي جات لنا اتعاملنا معاها بشكل كويس جدا رغم اللي احنا جبنا خمس اهداف لكن ضيعنا اكتر من اربع اهداف محققة الف الف مبروك المدير الفني الف مبروك المنتخب الوطني اللي اللي عبين والجهاز الفني بالكامل ان شاء الله المباراة القادمة مباراة تقييم اداء المدير الفني مقياس حقيقي اللي احنا فين كل ده في مبروك الجزائر القادمة يوم السلساء القادم طيب هروح بسرعة لخبر احزاننا جميعا وهو وفاة واحد من نجوم الدرويش والمنتخب الوطني واحد من الشخصيات المحترمة جدا وسيرتها الطيبة هي اللي هتبقى موجودة معانا نجم الدرويش الكابتن ادم السلاحدار توفاه الله في احد المباريات هو بيدرب فريق المجد المجد السكنداري وبعد ما احرزه هدف الراجل بهو ساجد توفاه الله البقاء لله لأسرة الكابتن ادم السلاحدار البقاء لله لكل اهلينا في اسماعيلية وربنا يا رب يصبر أسرته نروح نشوف تقرير عن كابتن ادم السلاحدار ونرجع لحظة سقدت القرى المصرية الاسبوع الماضي واحد من العالمات البرزة في تاريخها واحد اهم الاسماء في مدرسة الاسماعيل الكروية وهو الراحل ادهم السلاحدار مدافع المنتخب الوطني السابق ادهم السلاحدار الذي وافته المنية اثرات عرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب بعد فرحته بهدف طريقه المجد في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة ليسقط ادهم السلاحدار على الارض مغشيا عليها خلال احتفال اللاعبين والجهاز الفني بالفوز وتم نقله الى احدى المستشفيات القريبة لكنه لفظ انفاسه الاخيرة يملك السلاحدار تاريخا مشرفا في الكرة المصرية سواء لعب او مدرب حيث حصل على بطولتي الدوري العام موسم 90 و91 وكاس مصر 96 و97 مع الاسماعيلي على رغم من كونه مدافع الا انه نجح في تسجيل خمس اهداف مع الدرويش كما انه عمل ضمن الجهاز الفني للاسماعيلي خلال الفترة من 18 يونيو 2019 حتى 4 سبتمبر 2020 ادهم السلاحدار اشتهر بقوة تزديداته بخلاف قدرته رائعة على ايقاف خطورة المهاجمين الامر اللي جعله دائما احد الاختيارات المتقدمة لمدربي سواء في الاسماعيلي او المنتخب الوطني عمل مديرا فنيا للاسماعيلي في 12 مباراة ومدرب عام في 20 مباراة بخلاف توليه تدريب العديد من فرق القسم الثاني على مدار تاريخ طويل من التدريب لتفقد الكرة المصرية احد المدربين المميزين المعروفين باخلاقه الرفيعة وفنياته العالية البقاء لله لأسرة الاسماعيلية كلها بالكامل في واحد من الناس الاخلاقيتها عالية جدا وكان لعب كبير جدا كابتن أدمس الأحضار البقاء لله وربنا يا رب يصبر أسرته وأنا دايما بقول في شخصيات محترمة جدا لما يتوفاها الله بتسيب اللي بتبقى موجود معانا سيرتهم الطيبة فالكابتن الكابتن أدم السلاحدار واحد من الشخصيات المحترمة جدا 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 ربنا يا رب يغفل له ويرحمه من ضمن أخبارنا المهمة جدا لحضراتكم كنا قلنا اللي فيه دعوة لانتخابات اتحاد القرى هتبقى خمسة ديسمبر فاتح باب الترشح ودي المعلومات اللي كانت عندنا طول الوقت كلام كتير فلان حيجي رئيس الاتحاد فلان بتقنعه الجمعية الأمومية فلان مش عارف مين أبو هشيما مترشح المهندس محمود طاهر مش عارف كابتن أحمد سليمان شوية أل حازم إمام عمر الجنيني فكلام كتير جدا جدا في قصة رئيس الاتحاد القادم أنا عندي عندي يعني كواليس مهمة جدا لحضراتكو قلتلكو قبل كده فيما يخص ملف اتحاد القرى الحمد لله ابنا نفرد به بحاجات كتير جدا فيما يخص الأستاذ أحمد أبو هشيمة الأستاذ أحمد أبو هشيمة أنا بقول لحضراتكو الراجل مش موجود ومش هينزل انتخابات الاتحاد القرى وكل حد كتب خبر فيما يخص الموضوع ده أنا بقول لكم خبر غير صحيح أحمد أبو هشيمة من مدة كبيرة كان فيه في الكواليس كلام والراجل رفض مركز في شغله مركز في عمله وفكر الابتعاد بعيد عن قصة اتحاد القرى دي تماما فالكلام ده كله عارفين ايه بلونة اختبار فأحمد أبو هشيمة فيما يخص ده أحمد أبو هشيمة فيما يخص المهندس محمود طاهر أراء كتير جدا من الجامعية العمومية بتتكلم معاه وعاوزينه ويبقى موجود المهندس محمود طاهر في الكواليس أنا بنقول لكم الصورة كاملة في الكواليس المهندس محمود طاهر الراجل ما بين نارين خمسين في المية عاوز وخمسين في المية مش عاوز الخمسين في المية اللي عاوز علشان هو عاز يجي بالقايمة بتاعته كاملة ومن الكلام مع أعضاء الجامعية العمومية في البعض بيتكلم معاه في ثلاث أسماء معاه وهو الراجل عايز ييجي بالمجموعة بتاعته وقولك عايز أنجح دراعي اليمين يبقى عارف طريقة شغلي وطريقة عاملي عشان أنجح ودراعي الشمال اللي موجود وعلى ترابيزة أو مائدة الحوار داخل اتحاد كرة القدم لازم المجموعة اللي تيجي معايا تبقى متفاهمة متناصقة عارفة بتعمل إيه عشان ده طريق النجاح البعض من أعضاء الجامع العمومية بيتكلم في ثلاث أسماء تانية تبقى معايا الراجل رفض الكلام ده بشكل كبير جدا ده من كوالسنا وده قصة المهندس محمود طهر من الآخر كده يعني فالراجل عشان يجي هيجي بمجلس بالكامل هو عايز قائمته كاملة يبقى موجود بيها ليه علشان هو مش عايز توازن مش عايز يتقال مثلا انت محسوب على كذا فلازم تجيب كذا عشان نادي كذا ما يزعلش وانتو فهمين القصة بتدار ازاي فهو حسمها من بدري قائمة وكاملة بتاعتي بالناس اللي اصق فيها بالناس اللي معايا هي دي لو انا خدت قرار النزول هيبقى بالمجموعة بتاعتي لا يمل علي احد ده فيما يخص المهندس محمود طهر والتحاد كرة القادر يبقى زي ما قلت لحضراتكم في البداية قصة الاستاذ احمد ابوهاشيمة كل ما يقال فيها او البعض بيكتف فيها كلام ده غير صحيح بالمرة فيما يخص المهندس محمود طهر حكيت لحضراتكم الوضع معاه عامل ازاي كمان عايز اروح لاخبار نادي الزمالك قلنا كان فيه مستنيين المستنيين الفتوى والتشريع فسيادة الوزير خاطب بالنادي الزمالك ونادي الزمالك هيشتغل بالليحة الاسترشادية اللي موجودة بتاعت اللجنة الولومبية اللي حضراتكم بقى فاكرينها وخلاص الكلام ده يعني شبه منتخب وانتخبات نادي الزمالك هتبقى الدعوة لانتخبات يوم عشرين يناير فاحنا طول الوقت بندور على استقرار نادي الزمالك وبندور اللي بقى فيه مجلس منتخب يقود النادي لطريق طريق اللي هو الامان المشاكل اللي موجودة تتحل وطريق الاستقرار وطريق اللي انت رغبة النادي في التعاقد مع اللاعبين المشاكل اللي موجودة فيما يخص الماليات المشاكل موجودة فيما يخص القيد مشاكل بعض اللاعبين ده مهم جدا فالنهارده انا لاعب بمضي مع مجلس منتخب عبقى عندي استقرار عبقى مش الام مدير فني نفس الموضوع بشتغل عندي بلان للاربع سنين فده الطبيعي وده اللي محروم منه نادي الزمالك اللي يامل اللي فاتت فبالتالي انا بقول لحضراتكم الانتخابات عشرين يناير فيه كمان معانا خبر نادي الزمالك وده اللي بيعمله امير مرتضى دلوقتي فيه لعيبة نادي الزمالك عنده 11 لعيب عايز يجدد معه كلهم نجوم والنادي وفيه البعض بيشارك قليل فعملين حاجة كويس قالك اول حاجة هنجدد لللاعب اللي ملتزم سلوكيا بر خارج ودخل الملع ده كلام محترم انت نادي اللي انت بتلعب فيه وحجم جماريته وحجم الشرط اللي انت عايز بيجو مورك بطولات كتير انا بكلمكو بلغة الرجل الزمالكو اللي في الشارع فلازم النهار ده اللي عيب يبقى على نفس قدر المسئولية فده اول حاجة بتكلم فيها امير مرتضى منصور العدد المشاركات الدولية انا النهار ده عدي لعيب تلات قروش ومش دولي والاسعار عمالها تقع لك بدون اي حساب انت دولي تعال اقعد معاك بتقيم مني لا بتبقى عقدك يستحق كذا عشان انت لاعب دولي كمان عدد المشاركات مع الفريق اخر موسيمين انا لعيب النهار ده لعيب نجم سوبرستار وكس وما بلعبش بس الاسم اروح اديك زي اللي بيموت نفسه وبيقاتل وكل مباراة موجود ما ده العدل بتكلف فيه ده الطبيعي تقييم العقود كده تقييم العقود بيجي بالكلام ده الصراحة لكن ده يجي يقولك عشرة طب العشرة انت ولا دولي ولا بتشارك ولا اي حاجة خطب على اي اساس فده كلام بالصراحة محترم جدا 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 من القصة اللي بيعملها امير المرتضى بن سوال الحاجة الكويسة بقول عليها كويسة من ضمن كوالسنا لمسماني كمان نروح لاخبار النادي الاهلي بيجهز كريم فؤاد لمركز الظهير الايسر لعب كان متميز جدا لعب موجود داخل النادي الاهلي ما شفناهوش لغد دلوقتي عشان نتكلم على مستوى لان الطبيعي لازم نشوف اللاعب ثم نقول حينجح هنا ولا هنا ولا هنا بس اكيد النادي الاهلي مش هيدوم لاعب مستوى مش عالي بس خلينا نشوف مع مسماني هل اداء اللاعب هيتطور ولا ولا كمان يعيمسك في الفرصة لما ياخد كمان احمد عبدالقادر مشاركته اقل شوية وعمار حمدي فمسماني اللاعب اتكلمه مع الكابت انسان عبدالحفيز فمسماني قال له ما عنديش حد عيمشي انا عندي مطشاط كتير جدا وعندي عدد مبارات كتير جدا وارتباطات وبطولات كتير فمفيش حد قصة تمشي او تقعد لانا محتاج اللعيبة كلها فحسموا الموضوع ده وده اللي اكده كابتن ساير عبدالحفيز معانا قبل كده كمان لجنة التخطيط بالاهلي تتمسك ببقاء محمود متولي كان في ايه اصابات لمحمود فلجنة التخطيط بتشوف اللي هو لعب جوكر النادي هممكن يحتاجه في قصة السردباج بلعب في وسط الملعب ففي كلام عبدالسماني او في قعدة لقناعه اللي محمود متولي يبقى موجود مع النادي الاه بكده خلصت اخبارنا خلونا نتكلم شوية كورة مع نجمينا النهاردة ومحلل قط اللبس الكابتن ابراهيم سعيد ناخد فاصل سريع ونروح نتكلم شوية كورة ونشوف الكابتن ابراهيم سعيد هيقول لنا النهاردة عن اداء منتخبنا الوطن كورنر سكورت كيروش يدفع بالقوة ضاربة امام الجزائر كدر بنون يقود المغرب لصحق الاردن بربعية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب القاهرة 24 غريب يقرر انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي على مرحلتين غدا يلا كورة مصدر يلا كورة الاهل يجاهز الملفات الطبية للاعبي قبل المشاركة بموانديا للأنديا اليوم السابع انتظام ابو جبل وعواد وأوباما في تدريبات الزمالك وراح الحامد وعشور اليوم السابع اصابت عمر أبو العز المدير الإداري للزمالك بضعج كورونا بطلات على غرار الأهلي مونتيري يواجه أزمة مع منتخب المكسيك قبل كاس العالم للأنديا في الجول أصوات العرف في الكرة الدهبية خمس دول اختارت صلاح أولا ولم يتواجد بقائمة ست بلدان بطلات ميسي التفوق على كريستيانو نونالدو ليس هدفي برحب بحضراتكو من جديد ودلوقتي فقرة نجمنا كابتن إبراهيم سعيد محلل قوت اللبس كابتن إبراهيم برحب بي حبيبا كابتن شادي عامل إيه الحمد لله بخير كل بار لأنت النهارده في أسئلة صعبة أه يالله أنا جاه يما في البداية أكيد المنتخب الوطني كانت مباراة النهارده أكثر من رقاعة فوز بعدد وافر من الأهداف وده اللي إحنا كنا بنتكلم فيه حتى كمان على مستوى المباراة فنيا في أمور كتير جدا سلبية كنا شايفينها اتعدلت في المباراة للسودان حبيب بأسمع رأيك عن مباراة منتخبنا الوطني طبعا بهاني طبعا جهاز الفني المنتخب مصر على الأداء النهارده كان مميز جدا اللعيبة حتى اللي كانت متواجدة النهارده كان فيه روح كان فيه سرعة كان فيه كله عايز يزبط وجوده كان هو عارف نازلين كده كله واحد عايز يزبط وجوده اللي هو الحقي أنه نلعب لعب أساسي ملعجب يعني أكتر من كذا لعب يعني هتكلم بصفة على لعب معين أنا كنت بتكلم عليه دايما بقول إن هو يعني في أوقات كتيرة جدا كان دون المستوى وقدر أني نشيد بي لأنه هو تطور في الفترة الأخيرة ويمكن عجبني جدا التطور اللي حصل لي مع المنتخب وكان مع الزمالك حتى أحمد فتوح أحمد فتوح في الفترة الأخيرة ابتدى يركز ابتدى يلعب السهل ابتدى عارف إمتى يهاجم وإمتى يدافع فعشان كده أنا يعني يعتبر النهاردة من أفضل اللعبين اللي كانوا متوجدين في الملعب بخلاف طبعا الوينش وطبعا مشاركة عمر كملعب واحد لعب كويس جدا بس بس أنا نختلف مع بعض من البداية مش شاف اللي أحمد فتوح هو من أفزماتش كان فيه أو لعب تطور وبين أنا مقلت يعني بس أنا مقصدش إنه هو النجم المباراة لأن النهاردة اللعبة مع الزمالك كان النهاردة فيه أدى كويس كان مميز وحتى الروح ما بين اللعبة كان فيه سرعة أنا بيعجبني الأداء اللي فيه سرعات وفيه تركيز وده يمكن ظهر في الشوت الأولي حتى لدرجة إن أنا وأنا بتفرج على منتخب مصر تقريباً كان دي أفضل مباراة منتخب مصر عمالها من فترة كبيرة جداً من ناحية الروح من ناحية الأداء تبارك اللي بيتقال يقولك المنتخب السوداني فريق ما كانش قوي النهاردة بس مش عايزين نقلل من الخصم خلاني نتكلم زي ما احنا بنهاجم على منتخب مصر وبنتكلم وبيبقى فيه نقد على الأداء في كل المباريات ما برضو أنت أخد بالك أنت كنت بتلعب أنجولا منتخب مش قوي منتخب الجبوم منتخب مش قوي فكنا بنتكلم وبنهاجم صح أو المصر مهما كان الخصم مين مع احترامي طبعاً لمنتخب السودان أكيد هو أقل ويظهره بالمستوى بس ما ننساش دور أن اللعبة دي اكتهدت والجهاز الفني اكتعامل مع المباراة بشكل كويس الوجوه الجديدة اللي كانت متواجدة النهاردة في الملعب قدمت بشكل مميز كله كان عايز يثبت وجوده لأنه أنت عندك مباراة المباراة اللي جاية مباراة كبيرة جداً وكله أعتقد أنه عايزي شارك المباراة لأنها مباراة بتعتبر مباراة كل ما بين بلدين فيه منافسة شريفة في الكرة سواء إثبات وجود للكرة المصرية أو للكرة الجزائرية فهي دي اللي يمكن اللي عملت الروح داخل الملعب واكتشافنا أكتر من كذا لعبنا هرده يعني فيه اكتشاف لعيبة زي ما قلت يا شادي المستوى الدولي مع المنتخب ما يظهرش بالمستوى وعندك إمكانات مش شرط إن أنت يتحسب على اللاعب من بداية من بداية أول مباراة لأن دي إمكانيات وعلى ما يبتدي يندمج مع الفريق لأنها مجموعة طب خلينا أسألك سؤال مهم أنا بحاول أخذ من كلمك وندردش مع بعضك العادة لأن أنا الجماهير دايما بتبعتلي على فكرة إبراهيم سعيد فكرة قوية جداً وبيتابعوا كل صغيرة وكبيرة فيها خليني أقول لك إبراهيم هل تقدر تكتسب الصفة الدولية من أول مباراة تقدر تحد لا طب يعني أنا بس يعني إيه عشان برضو الناس تبع عارف من أول مباراة على أقل حاجة عشان توصل لمباراة دولية تبتدي تقيم أقل حاجة أربع خمس مباريات هي فيه بوادر بتبين بس برضو ما تحكمش على لعب من بداية مباراة من خلال مشاركته مع المنتخب ومباريات وعلى الاندماج وعلى حسب برضو رؤية الجهاز الفني والتمركز بتاعه جوه الملعب هو ده اللي بتقدر تحدد ودي زهرت مع أكتر بس فيه بوادر يعني طب لو أنا سميلك لعب لعيد تقول يا مثلاً أحمد رفعت تقلق بشكل كبير جداً في الدوري حتى البطولة ما ابتداش ولعب المباراة دي بيتقلق بيجيب هدف عالمي النهار هدف تقريباً ما شوفناهوش من سنوات حقيقة بجد بس أحمد رفعت يمكننا أن أتكلم تعليم من حوالي تقريباً أربع سنين لما كان في الزمالك الولد لعيب مهوب جداً ولعيب تحتاجه تحت أي ظرف يعني أي مدرب يستعين به يقدر أن هو يستغله الإمكانات بتاعته لأنه أمكاناته كويسة جداً وعجبني جداً النهاردة في الأداء بتاعه أنه عايز يثبت وجوده خلاني نتكلم أنه بعد الهدف كان برضو فيه خضة ويبتدى يبتعد شوية عن الأداء بتاعه بس يعني بيخش على فتراته وهي ده شيء طبيعي أن أنت بتندمج مع المنتخب ومع الأداء برضو أن أنت بتلعب في اسمه منتخب مصر فدي بتاخد فترة بس دي مش مكياس آه أحرصت النهاردة هدف مميز أنا واحد من الناس ما شوفتش الهدف ده من فترة كبيرة جداً مع المنتخب أو حتى في الدورة المصري بوادر يعني عنده الإمكانيات المتساعده أنه هو يبقى من الأعمدة الأساسية المنتخب مصري في الفترة اللي جاية وهيبقى فيه منافسة ما بينه ما بين أفشة وأكتر من كذا لاعب يعني فدي دي دي يعني إنت اكتسبت أحمد رفعت النهاردة هتحتاجه فترات معينة في الفترة اللي جاية بيتالع ليه أنه ما تعرق يعني بس تابع كده تاريخه مع مبي الزمالك مع فيوتشور المصري لعيب مزاجان بشوي والله بس أعتقد أنه ممكن هو اختفى فترة بس أنا بحترم نوعية اللعيبة اللي بتقدر ترجع نفسها تاني أو تشوف الموهبة بتاعتها وبتقدر تستعينه وبترجع يعرف اللي هو إثبات الوجود عالي مهر عادك تشافه طبعا أكيد يعني خد بالك أنت ممكن تتعامل مع مدرب يرجعك تاني من جديد وهو ده اللي حصل مؤخرا على فكرة يعني بتمنى أنه هو المستمر لأن الموهبة بتاعته قليلة جدا خصوصا كمان المهارة بتاعته قليلة جدا في الكرة المصرية فهو يقدر يرجع نفسه تاني ويبقى أحد نجوم الكرة المصرية لأن المهارة بتاعته والسيقة بتاعته دي مش متواجدة في أي لعب خصوصا زهرت الشوت التاني في أكتر من لعبة أنا بعيد بقى على الفنيات بيبان يعني مثلا في عنده حاجة متغيرة بشكل كبير لكن دايما يستخدم المهارة في وسط ملعبه في التقطع منه ممكن يجي منك هذا بالنهاردة بيروح في المربع بتاع اللي هو واحد اللي هو واحد بيعمل ده ثم بيرتد بسرعة جدا بيعمل الواجب الدفاع يعني في أكتر من لقطة حصل تطور في مستوى بشكل جديد هو مع الوقت أكيده مشاركته دايما وأعتقد إن دي بداية مولد نجم جديد زي ما بيتقال وهو قعد اكتشاف نفسه وفي نفس الوقت عنده فرصة كبيرة جدا إنه بقى أحد نجوم الكرة المصرية في الجزء ده لو ركز زي ما هو كده زي ما هو ماشي وما يستعجلش صبت فطبعا أكيد برضه وفي أكتر حسين فيصل ما هو ده اللي هكلمك اللعاب التاني حسين فيصل حسين فيصل في النهاردة العاب من أول مباراة ما فيش رهبة ما فيش خوف عنده ثقة في نفسه وراح سموحها اللي اعنا عرفنا كمان رح سموحها بدون مقابل ده بص يعني أنا بصراحة لازم يعني اللي ماشي حسين فيصل لازم بجد يحصل تحقيق وإزاي الموضوع ده يمشي بدون مقابل وإنه هو ينضم المنتخب مصر برضه ويتقلق وزي ما أنت قلت كلمة كابشادي ده عجبتني قوي بصراحة إنه السقة السقة في النفس دي بتفرق معك بنسبة مثلا حوالي 70% من الأداء بتاعك فهو من اللعيبة النهاردة بصراحة يعني كنت يعني انبهرت بيه أولا السقة بتاعته سيبك أيا كان الخصم بس وارد إن انت بتلعب مع منتخب مصر في مباراة دولية أو مباراة في بطولة في خضة ببارا ببقى في خضة بتحاول تلعب السهل واخد بالك اللي هو إيه فإن انت إنه هو يظهر بالمستوى ده وبالمهارة بتاعته إنه هو بيخلق المساحة بتاعته بيعمل فرص لنفسه ونزميله فده طبعا أكيد لازم تشد به وهو من اللعبة الكويسة جدا برضو ده مكسب لمنتخب مصر في الفترة اللي جاي عايزة تكلم على جرؤيته في المباراة يعني مثلا إحنا دايما بندور على اللعبة اللي في المكان ده يكمل الهدف اللي جابه الوينش بصه هو فين وبيكمل فين وعنده قبلها كان فيه لعبة نزلت له برضو عملا بشمله فوق العرضة اللي هو متواجد جوه الصندوق بيعمل التكمل والإسرار والإسرار إن أنا عايزة أسببت نفس صح والروح ما هو ده اللي أنا دايما كنت بتكلم عليه حتى في الفترة الأخيرة على منتخب مصر إن إحنا مفتقدين والروح جوه الملعب إن اللعبة نزلة ما عندهاش الروح الكتالية حتى مهما كان الخصمك قوي ضعيف فيه روح كده بتبقى متواجد ما بين اللعبة ما بين بعضها لهذه المحاولة حتى لو إنت الكرة مش ماشية معاك بس بتيجي وقت إن إنت بتبقى بالإسرار بتاعك وبعزمتك جوه الملعب بتقدر إن إنت تطور من نفسك وبتقدر تفيد المنتخب وبتقدر تفيد زميلة جوه الملعب يستحق كم أنا أو في زماتش بس هو النهاردة على المستوى اللي أنا شفته كل اللعبة النهاردة عملت مباراة كبيرة بخلاف لعب فقط مين مروان مروان حمدي يعني عليه بس هقولها تاني وأنا برضو في النقطة برضو عايز أتكلم أوجه رسالة لواء الجمعة يعني مفهود لواء الجمعة يعمل يخلي اللعبة متركز مع الإعلام طبيعي إن إنت بتتهاجم وطبيعي إن إنت بالناس بتقيمك إذا إنت بتلعب منتخب مصر صح وإن إنت ما تقدرش إن إنت تتحمل النقد وتتحمل الكلام الناس عليك هي دي الكرة ما فيش حد هيطلع يقول لك تتكلم على فيما يخص رسالتك للكابتن فيما يخص التصريح اللي هو عمل بعد المهارات ده معناه أنه هو مركز مركز فيه التصريح اللي عمله على تقريبا مش شعب في الإستجرام معرفش شكت تصرحات كده غريبة شو وهاجم فيها الإعلام وهاجم فيها ما هبص مش ممكن كل الناس اللي بتتكلم سواء جماهير أو نقاد أو لعيبة حتى قدامة يعني مش ممكن الناس دي فيها حاجة ما بينك منتخب مصر صح والمصار ملناش ملناش أي مصالح ما بينه بين أي حد بنتكلم على أداء منتخب ومش هو الوحيد اللي بنتكلم عليه هبنتكلم على الكل بس هو لازم يعرف أنه هو مهاجم منتخب مصر طبيعي كان كابتن حسام كان بيتهاجم كان عماد متحب بيتهاجم عمر الزاكي كل النجوم حسام حسن حسام حسن كان حسام حسن وبيطلبوه بالاعتزال فعلا بجد أنت بنت عايز الناس تطلع تقول نديك فرصة أولا هو في الفترة لأخير شارك مبارات كتيرة جدا مع المنتخب بصراحة أقول لك الحاجة يعني أنا استوقفني جملة بصراحة أصل أنت من دمن نجاحك الإعلام دوره مهم جدا أنت تركز وتسكت وتجبر الإعلام يعني على سبيل المثال أنت كلمت على أحمد فتو خليني بقى وليحي صح كلمت سلبي قبل كده صح بعد كده وكلمت على أفشة قبل كده ونازم يطور ده بيلعب في نجلة ثم الاتنين لما اتطور والوينش انت أبراهيم أنا فاكتلا وقبل كده الكلام ده صح ثم أنت لما الوينش قلت واحد من أفضل المدهور فما فيش حاجة ما بينك وما بينه فتوح قلت نفس الكلام أفشة وكذا حد قبل كده النهاردة لما اللاعب يصرح وقولك تلات اربع النهاردة أو قالك 80% من الأعلمين هتقولنا الكلام اللي قاله النهاردة انت تحت أي ظرف تشتغل وتجبر الجميع اللي يتكلم عليك كويس بشغلك واتطور من أدائك هسأل السؤال هو يعني 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 كل الناس ما بتفهمش يعني كل الجماهير بالنقاط باللعيبة اللي لعب الدين بس خليني أرهالك بسرعة اختصر أرهالك بسرعة 80% من اللي بيطلع من اللي بيطلعه فيه البرامج رادية ما بفهموش حاجة وبتعلقته وبس ومحدش بيركز ولا بيرجع كلامهم إلا القليل اللي منهم بتعلقته ومعندوش مبدأ ولا بيمشي مع الرأيجة واللي بيطلع يضحك واللي بيتجاب هنا وهنا وفكر نفسه في مصرح مصر ألم يطلع يسخن ده على ده والناس في بعض عشان يجيب كل واحد مشاهدة ولا مش هكمل يعني خلاص الكلام بس كلام برضو يعني فين فين يعني عارف عارف لا أقول لك الحاجة بعيد عن فين وقع الجمعة أنت الوقت اللي أنت كتبت فيه أنزلت مرة على الفرص السابق بس ده وجهة نظر بص هو أسهل دلوقتي كل الناس اللي بتوع تتكلم من إستجرام أنت بتزبط وجودك عن إستجرام يعني يزبط وجودك في الملعب مش كل الناس بتتكلم عليك قصة أنت يعني ما فيش حاجة ما بينك وبين الناس عشان نتكلم ولقطة إيه لقطة دي يابو لقطة تفهم أصدق إيه اللقطة يعني إحنا بنتكلم كورة ما بنجامل حد ولا بنتكلم على حد لمصالح شخصية إحنا هنا موجودين بنحترم كل الناس والناس اللي بتخرج عليهم خلينا تكلم بمنتال أمانة تاريخ أحمد فتحي كبير جدا جدا وأحمد كان زعلان من بعض الكلام أنت قلت وابل كده من صديق ملاعب يعني أحمد فتحي من النجوم بتكلم يعني عمل تاريخ محدث ولا حرك فالطبيعي بيبقى فيه هي أبن ده وان بتدعي على ماتشة أشيد بيك وتقل ماتشة أقولك لا أنت مش كويس عايزنا أقول أنت كويس إزاي وانت وحش بصك بصك يا بشاد أنا يعني دايما اللاعب اللي هو بيركز جوه الملعب نقد سواء سوشال ميديا أو سواء إعلام لازم كلنا نتقبل ما احنا كنا بنتهاجم وما زلنا بنتهاجم بس هل بقى كل ما نتهاجم بقى الناس دي مثلا اللي بينقودني مثلا شادي بينقودني بقى في حاجة ما بيني وما بين شادي أحب نتكلم في الصالح العام ومنتخب مصر يعني أحب نتكلم على منتخب مصر مش بنتكلم على أشخاص وأنا من خلال الكلام اللي هو كتبه ده أنا عرفت ليه مش مينات الزمالك لأنه مش من نوعية اللعبة اللي تتحمل ضغط الجماهير عشان كده هو مش مينات الزمالك وما ينفعش أن نيلعب في مكان نادي جماهيري لأنه من نوعية اللي ما بتستحملش لأن احنا بنتكلم على منتخب مصر مش بنتكلم على نادي عشان كده هو ما عرفش يكمل في النادي الزمالي وأنا بشوف فيه مدارس كده دور الكابتن واي الجمعة هو على زمة المنتخبة ومجموعة اللعبة كلها ممكن تنزل صورة لك لطيفة ممكن تعملها لكن فيما يخص الكلام ده الكابتن واي الجمعة يوقف الكلام ده ما تكتبش أي حاجة ما تصرحش ما تعملش عداوة مع حد ده وجهت نظري أنا الشخصية وركز في الملعب احنا عايزينك تبقى كويس على فكرة يعني هم فيش مصالح مصلحة أن أنت تبقى وحش أنت بمستوىك أنت اللي متخلي نفسك أن أنت الناس بتتكلم عليك لأن أنت مهاجم منتخب مصر ما لازم يفهم مهاجم منتخب مصر يعني فيه أسماء قدامة وأسماء من الجيل اللي فات والجيل اللي قبل الاسم أن أنت تبقى مهاجم مصر دي مش سهلة ما أنت لازم الناس تتكلم عليك يعني رسالة لي واضحة يعني لو أنت في كل ما عايزت التصايد أخطاء سهل أوي أطلعنا أو أنت أقول لك منتخب مصر كسب كام دي حقيق خمسة صح؟ محرسة راس حرب مصر ما جابش أدف من الخمسة لكن احنا مبنع منش طب هقول لك بقى تصايدهم النهار ده فيه كرة معمولة لهو مش عايش في المباراة هدينا مغادرة الاسم التصايد فهو بص هو خلنا نركز بشكل رغمين حكونا بنتكلم على الأداء الأداء بالنسبة للمهاجم إيه يعني شوف محمد شريف محمد شريف أوقات كثيرة جدا تتحرك كويس بتحرك تخلق فرص تفضم ساحة لزميلة الجاية تتحرك على الأولى تتحرك على التانية طب مش محمد شريف ده ناس كثيرة جدا كانت بتهاجموا فترة كبيرة جدا دي حي قدر إن هو يرجع نفسه بيعيد حساباته بيتفرج على نفسه بيشوف إيه النواقس اللي عنده بيشتغل بيتحرك النهاردة نزل تقريبا نزل قد ربع ساعة تلت ساعة ربع ساعة عامة الربع ساعة اللي نزلها بمقام الساعة ومسلا الشوت والنص اللي هو لعبه من مروان حمدي حسنا بيه أكتر ما حسنا بمروان حمدي مروان حمدي فيه كرة الشوت الأولاني تحيس إن هو تخضش متوقع عشان هو مش عايش هو مش عايش مع المباراة دي حقيقة هو مركز بيهجموني عشان كده انت مش مركز وكمان انت لابس رقم عشرة يعني انت كمان عارف بتزود الضغط عليك يعني هو كانت أفضل عاجبين هو لابس عشرة هو دي كانت الزهور بتاعه النهاردة أما تواجده في الملعب با كانش موجود في الملعب خالص بس حب نتكلم على أداء إن فيه لعيبة نزلت بقى لها ظهور مميز وعملوا شغل كويس هو ده منتخب مصر احنا عايزين منتخب مصر يرجع للمكانة الطبعية زي منتخب المغرب يعني نخش على النهاردة فايز المنتخب المغربي على المنتخب الأردني اللي فايز على المنتخب السعودي أربع هدف ده عايزة أقولي حاجة يعني انت متخيل ان الشكل بتاع أداء منتخب المغرب ده منتخب المحلي انت متخيل حتى يعني أداء قوي قوي جدا ومشاء الله اللي عيبة حتى فيه روح ما بينهم بعض وده اللي حب نتكلم فيه نفسنا منتخب مصر يبقى بالشكل ده مش مقدين هنقعد نتكلم عن انستجرام وصل ده قاله ونحاول نبعد الناس عن ان احنا تتكلم على حد لا احنا هنا وانا بقولها انا طول ما انا موجود هنا والناس الحمد لله الحمد لله الواحد لي مصداقية مع الناس انا مليش مصالح مع حد خالص احب نتكلم للصالح العام عايزين منتخب مصر يرجع نستمتع بكل زي ما النهاردة اتكلمنا على الأداء بتاع المنتخب منتخب عمل مباراة كويسة رغم ان الناس بتتكلم ان المباراة ضعيفة صح بس ليح بقى مباراة كويسة كان فيه روح كان فيه أداء كان فيه تعايش بداية الشوت التاني ركز ابراهيم اتضغط منين اتضغط من التمنتاشر من قدام ليه بخلص اكتر بخلي الفريق يفقد الثقة اكتر اللي قدامي حتى لو انا عارف اللي ممكن يقوم مش هيقوم بالشكل ده طول ما انا بضغط عليه ودي حاجة بنحييهم عليه سرعة نقل الكورة كان فيه سرعة كان فيه تحرك كان فيه جمل يعني كان فيه تعاون ما بين اللعبة ومن بعدها ليه بقى لان كله عايز يثبت وجوده فانت عندك عناصر عايز تثبت وجوده وده حلو دراك في عمر الكاميل عبدالوح لعب كويس جدا بس قدامه شوية يعني هو يعمل ايه قدامه ايه عايزة السقة اكتر يعني ما يبقاش مستعجل بيجي له اوقات كتيرة جدا ممكن يستعجل فيها بيتسرع في الاوفر بتاعه بيتسرع في سرعة الحركة بتاعته مع الوقت طبعا اكيد هيكتسب الخبرات ومع الوقت هتلاقيه يعف ينظم المجهود بتاعه ويقدر يهاجم وانت يدافع اما هو كعلى المستوى لعب كويس ومميز ومع الوقت هيبقى ليه شاقن كبير جدا وهيبقى فيه منافسة اكتر ما بينه ما بين اكرم طفيق رغم ان اكرم طفيق ما شاء الله في الفترة الاخيرة عامل مستوى رائع بس الحلو ان انا بقى لعب اساسي وعندي لعب تاني مش ضمن مكاني مش ضمن مكاني وده اللي حب نتكلم عليه غير لما بقى حاسس ان انا ما فيش حد هيلعب فمهما بقيت كويس بقيت وحش فانا بقى لعب دلوقتي بقى فيه عناصر موجودة في الملعب بتهدد عناصر الاساسية وده هيفيد انا هرجع بالتاريخ لورا ومسلا على سبيل المثال كابتن محمود الجهر الله رحمه وقت ظهورك كنت صغير جدا كان عندك كم سنة كان عندي 18-19 19 سنة لما روحت روحت على جيل اقولك بقى الاسماء اقول الاسماء يلا بس يلا بس مأجي سمير الكمون متحب عبدالهادي كابتن متحط عبهادي عبدالهادي عبدالهادي سنتر عليه محمد يوسف وعبد الزهر السق وعبد الزاهر السق سامي الشاشين لا ملحدش كابتنا سامي الشاشين عبد الزاهر السق وهدي خشب كان فيه اوقات كان بيلعب هذه خشب كان قادي واحد اتني واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ست ست لعيب. ست لعيب انت بتتكلم ما شاء الله اسماء كلهم نجوم كبار واسماء يعني كان يعني كان. النهار ده بقى اللي انا عايز اقوله ايه. ابراهيم في السن ده. ولما كان في بعض المباراة بيلعب فيها مع المنتخب هو في السن ده. اللعيب الكبير. هيموت نفسه عشان الزابراهيم الصغار بيقعدني. هي دي الفكرة اللي موجودة في المنتخب. تخيل بقى اللي هم الفروق السنية كلهم قريبة من بعض. لما انا بيلعب في انا بيلعب في الزمالك. بيلعب في لعب. انا انا فين? انا مموت نفسي. بحجز مكان. صح. دي حقيق. يعني على سبيل المسال مسلا كابتين احمد الكاس. واحد من اللاعبات جامدة جدا. تقلق في المنتخب اللقطة انا بيلعب في النادي الاولمي. صح. 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 ما هي ما هي دي بقى المنافسة. وده كل اللي منتكلم فيه ان انت ما يبقى عندك عناصر مميزة. بتقدر ان انت تعتمد عليها. وده اللي انا بتكلم فيها كابتشادي دايما. ان يبقى عندك خمسة وتلاتين لاعب. او اربعين لاعب زي ايا كان. اما دول القوام الاساسي لمنتخب مصر. عارف مين اللاعب اللي يصلح ان هو يفيدك في الفترة اللي جاي مع المنتخب. وتعمل منافسة ما بينك وما بين اللاعبة. يعني حتى النهاردة محمد محمد شريف لما نزل. نزل عايز يثبت وجوده. افشى لما نزل عايز عايز برضو يظهر المهارة بتاعك. فكل ده بيعمل تنافس. فده بيعود عليك للمنتخب. عشان كده انت دايما بص للمنتخب مثلا منتخب المغرب. ما شاء الله عندهم اسماء مميزة جدا. منتخب الجزائر. تحس ان اللاعبة كلها ناس ده عايز تثبت وجودها. فتحس ان انت عارف عندك فرقتين. مفيش لعب اساسي وفيه لعب احتياطي. عشان كده الاداء بيظهر بشكل كويت. والنهاردة ما اكسب للمنتخب مصر ان اكتشفنا عناصر جديدة اللي هم مستقبل في الفترة اللي جاية. واتمنى الاستمرارية. خد بالك الشكل الاساس بتاعك. والنجاح بتاعك هي المباراة اللي جاية. المباراة ازاي. اللي واحد اتعلم كلمة مهمة قبل ما اطلع اه لتقرير كده ابراهيم. وانت اكد عارف الكلام ده. لان واحد من افضل مدير الكرة في تاريخ مصر وشخصية محترمة جدا. كابتن سابت البطل الارحم. كان دايما نجتمع اول جملة بقول. يقول لك سهل تكسب وسهل توصل. لكن صعب. الاستمرارية. الاستمرارية او الحفاظة. خلينا كمان مهم جدا بعد كلام الكابتن ابراهيم. نروح نشوف الجماهير قال له ايه عن مباراة مصر والسودان النهاردة. ونرجع لحضراتكم. جدا اه ضغط ارتداد اه اول مطشل المنتخب نهاردة نحس فيه فرقة بتلعب. فيه كرة بتتلعب. عندك النهاردة فيه اكتر من بكة بكل لعيب. عندك النهاردة اه 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 ومر كمال علاب مكان اخرى متوفيهه. عندك باك شامان نزل مكان احمد فتوح. عندك حسين فيصل. عندك قامة فيصل. عندك نهاردة شوفنا ايمان أشرف في مكان جديد خالص في نصر الملعب فالمنتخب لا النعارض اللي هي بداية كويس جدا المنتخب سودان منتخب مش قوي زي المتخبات التانية اللي حمان قبل عندنا ماتش مهمة أو ماتش الجزائر خلاص المنتخب دلوقتي بكل العابة نصر ممكن تروح المنتخب المنتخب ماشي بخطوات ثابتة عندنا دفاع قوي عندنا هجوم متوسط عندنا خط وسط محترم والحمد لله بدأنا نحترم الخصم وان الخصم الدعيف زي الخصم القوي وده اللي مخلي خطوات المنتخب ثابتة احترام الخصم والله انا شاف الأداء المنتخب بيتحسن الأفضل واحدة واحدة يعني مع المدرب الجديد ده بس احنا عندنا مشكلة اللي احنا ما بنستغلش الفرص يعني بنعمل كم مثلا فرص كبير والتهديف أو بنترجمه على المرمى مفيش ما زال برضو منتخبنا تعبوا على قد الأداء ده منتخبنا غير منظم واصلا ما فيش عندنا دفاع ما عدناش حد ان في حد يعتمد عليه غير اللي هم النجوم اللي هم اللي كلهم عطار فين بره وفيهم بعض الناس يعني برضو مش هوا والله الماتش جان كويس وكل حاجة بس لسه برضو مش ده تتمي الأساس بتاع المنتخب وك لما بقى تتمي الأساسي موجود مع المدرب ده نعمل أداء أحسن إن شاء الله وبيتطور مرة على مرة يعني أحسن بكتير من الماتش اللي فات ونتيجة كبيرة ونتيجة كويسة وإن شاء الله يستمر على كده وخصصا الماتش الجاي عيبقى مع الجزائر فكلنا عايزين يبقى في نتيجة كبيرة إن شاء الله وماتش اللي جاي الحمد لله ده المنتخب كويس لعيبة رجالة بس ما أحترام المنتخب السودان المنتخب السودان مش مكياس في غيابات عنده كتير بس ده المنتخب كويس يعني وليس برضو ما أحترام دار المنتخب مصر ما ننضرش نحكم عليه 60% حاليا وإن شاء الله نشوف أداء كويس وأداء جماعة ونشوف الأحسن إن شاء الله وربنا يكرمنا في اللي جاي الحمد لله يعني عما حاجة الثلاثة بونتو والصدارة مع المنتخب الجزائري وإن شاء الله خير يعني بإذن الله الماتش اللي جاي نحق نطلع مركز أول عشان برضو فراتنا تبقى حفضل يعني من دلوقتي والله هو كتجربة كويسة جدا بالنسبة اللي نحنا واخدينها على إنها تحضير لبطولة أفريقيا إن شاء الله لبطولة أصفات كاس العالم مبدئيا كويسة هي أبرزة لعيبة كتير ودول كلهم يبقوا داعم للمنتخب ويوسع الاختراض بتاعتنا المنتخب اللي جاي كويس من عرضا وكان جميل وقدة وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله والقضم أفضل إن شاء الله هو نجح بمجهود اللعيبة على فكرة منما مش فكر المدر بس منما كهدف كويسة وخصصا هدف أحمد رفعت يعني برحب حضراتكم الجديد ونوصل للحوارنا مع كابتن إبراهام سعيد هي ما شفت الجماهير المباراة لبنان ما كانش عجبها الأداء النهاردة رأي الجماهير ونبض الشرع المصري الناس بتتكلم كويس جدا وعجبها الأداء بتاع المنتخب الوطن لا أكيد يعني أكيد طبعا كلهم بيتابعوا رأي الناس حتى يعني الناس دي هجموا المنتخب في فترة أخيرة صح؟ هل إحنا اللي طلعنا قلنا لهم مثلا يتكلموا على المنتخب ولا ده النبض الشرع لما بتبقى كويس الناس بتتكلم عنا كويس النهاردة الناس مبسوطة بالأداء صح صح يعني إذن في المجمل إن كل عايز منتخب مصري يرجع للمكانة الطبعية اللي كان بيفرح الناس دي فدي أقل حاجة إن الناس يعني اللعيبة تموت نفسها والمقياس بقى اللي هيبان اللعيبة دي هو مباراة الجزائر ده بقى يعني إيه الاختبار الحقيقي للجهاز ولللعيبة النهاردة عملوا مباراة كويسة ينسوا المباراة دي ويفكروا في موقعات الجزائر لأنها مباراة مصيرية وهيبان عليها أسس كثير جدا في الفترة اللي جاي صح والمصح أنت تعرف المباراة دي أكتر حاجة عجبتني فيها إيه لما ديت لعيبة فرص زي حسين فيصل زي أحمد رفعت زي عمر زي أنا أزمات وجودهم أنا بص أنا بص أنا بص أنا أشادي والله أنا أسف لاتحك كلمك أنا اللي مستغرب بصراحة أن يحسين فيصل ده مشي من الزمالك إزاي بجد يعني حاجة مستفزة جدا وده معناها مع احترامي للإدارة اللي كانت موجودة معندهمش يعني بعض نظر لللاعب أو معلقة صح عارف اللي هو أنت عندك لعيبة تنشاوسيك من كده أنت إدارة نت الزمالك مشوب بلاش يعني دون أي مقابل ده تنمين بقى هيحاسب الناس دي وهو دي برضو خد بالك من مشاكل إدارة مشاكل إدارية اللي في نادي الزمالك اللي بيمر بيها على مدار تاريخ لجنة ثم لجنة لجنة ومحترامي الناس اللي بتيجي ملاش علاقة بالكورة أمه اليهم علاقة بالسور وبيتصوروا وأنا أعد مع شادي وأنا أعد مع شكبالا وأعد في مصدي مجرد شو عشان كده دايماً بتكلم أن نادي الزمالك معظم الناس اللي متواجدة واللي بيجي حتى سواء اللي جان بيجي مجرد شو مجرد شو اللي عارف اللي أنا اسمي رئيس نادي الزمالك أو عدو مجلس إدارة نادي الزمالك مش لكيان نادي الزمالك فيه أكيد على فكرة أخد بالك أنت هتلاقي فيه عناصر وأسماء كتير جداً بقولك أكتر من الأربعين لعب خارج ما لسه بقولك هو بقولك وهتلاقي فيه لعبة مميزة على مدار تاريخ نادي الزمالك عنده نشاين كويس أنا بقولك فيها أسماء تانية ولعبة مميزة مشت من نادي الزمالك يعني أبرزهم هو اللي ظهر حسين فيصل واسماء فيصل واسماء فيصل بلعب كويس جداً أنت عندك مشكلة في رأس الحارب أمشي اللعب ده حاجة غريبة يعني يعني وبعدين إيه ده ابنك ولا حيطلب أرقام ولا أي حاجة ده تولع من فتاعل نشي واتلاقي في الفترة الجهة هيظهر أسماء هي تقولك ده كان لعب نشي نادي الزمالك وكان لعب نادي الزمالك وهي دي الإدارة الإدارة هي اللي بتنجح الكيان وهي اللي ممكن تود لعبة كده تخلي أنديها تانية تستفاد بها بعد ما أنت تعبت في التدريب بتاعها والتأسيس بتاعهم أهو أنت عندك مثال أهو حسين فيصل بجد عليها علامة استفاهم إزاي ده يخرج من نادي الزمال يعني المفروض المجلس الإدارة اللي كان معين المفروض يتحاسب على الأسماء اللعبة اللي مشت دي هل مجلس الإدارة الحالي هو قاعد كده بيدور على أي مخرج قانوني يرجع اللعب ولا صعب أعتقد هتبقى صعب يعني هيعمل إيه برضو يعني المجلس الإدارة للزمالك مستشان مرتدر بصويا هيعمل إيه برضو هيجيبه إزاي يعني طبعا هيضطر إن هو يعيد التفاوض لو هو عايز يرجع نادي الزمالك أي إن كان نادي مين هيبقى بمقابل أنت تخيل كده مشهد معايا وأنت بتتكلم سرحت فيه المؤنس فرج عمر كان موجود وجاء يرجع تاني يشتري يقول لك اللي حتى أنا وعشرين مليون بص وخلينا نتكلم إن بعد المستوى حتى لو مش عشرين حتى لو بص هتدفع فيه عشرة مليون ما أنت كنت كان عندك ما هدي ما هدي الإدارة دي التسويق اللي هو إزاي أنت عارف إن الموهبة دي بعد سنة ولا سنتين هيبقى لي يعني هيبقى لي تواجد في الدور المصري والموهبة دي ما هو دي بقى العين العين اللي بتشوف فالأسف اللي كانوا موجودين ما احترامي ليهم كيت مصالحهم الشخصية عشان كده انت فيها عناصر وهتلاقى فيها عناصر كتير جدا مشيت برضو عندها موهبة كبيرة وعلى أعلى مستوى أشهدنا بالمنتخب أشهدنا بتريقة اللاعب أشهدنا بالمدير الفني صفحة المفروض تتقفل اتعلمنا كده بكرة في مباراة الجزائر يوم السلساء القادم الساعة تسعة مساء منتخب قوي طبعا أكيد وجهة نظرك في المباراة دي بس أنا قبل بس ما نخرج برة موضوع منتخب مصر برضو عشان يبقى آخر حاجة برضو مازالت الأمور برضو في الجهاز الفني مش غير متوقعة إيه اللي مش عاجبك على برضو على موضوع كابتن دي يا السايد ميلو إيه الدور بتاعه الأساسي كابتن دي يا السايد مدر بالعام ماشي ما هو بعيد تماما برضو عن الرؤية النهاردة برضو ظهر برضو محمد شوقي فين دور كابتن دي يا السايد بس أنا عارف إن الموضوع ده بيزعل ودايما بيقولك أنت بتتكلم عليه لا أنا بتكلم على حاجات إحنا تعلمناها على مدار التاريخ وإحنا متواجدين في المنطقة بمصر فيه مدير فني وفيه مساعد ليه النهاردة برضو مازال الوجه حتى على كابتن دي يا السايد إن هو متضايق مع إنه اللي يعرف شخصية الكابتن دي على طول مبتسب دي حقيقة على طول يشيل من عليك الضغط دي الأمانة بقى خليني أقول لك أنا عشرة عمر معاه يعني مبتسم على طول إزاي حتى مباركة هو أتلاقيه بيضحك ويخرج تعاملهم مع اللعيبة حتى تحيس إن هو تعاملهم مع اللعيبة فيه حرص ده بجد والله شادي حتى الوجه التاع كابتن دي يا السايد فيه حاجة مش مزبوطة مش واخد صلاحيات مع المدير الفني مسألك لو عندك معلومة والله بس بالشكل اللي أنا بشوفه في فترة الأخيرة كابتن دي يا مالوش أي دور خالص يعني فيه تجاهل بشكل جديد طيب أنت لو ما كانوا عا تعمل إيه أنا أقدم استقلتي مش مجرد إن أنا موجود بص المنصب اللي فيه كابتن دي يا السايد منصب برضو يعني كبير يعني ما منفعش إن انت تبقى مساعد مدرب وما احترامي إن انت تجاهل الدور بتاعك حتى مع اللعيبة بقولك حتى وهو واقف والله أنا شفت الاحتفال بتاعه عارف؟ خايف يحتفل والله لو جيل معاشي كان مش متذكر كان أنا هدف كابتن دي يا السايد عارف اللي هو خايف يرفع عارف اللي هو إيه؟ خايف يرفع إيده ده أنت عارف أنت بتخيل إن كابتن دي يا السايد متحجم إزاي؟ عسام الحضري مش موجود في الكادر وعايز أقولك معلومة تانية دي على مسئولة الشخصية طبعاً تعارف ميستر كيروش كان هو حارس مرمة بتعرف إن هو بيبعت الحمل التدريبي والتدريبات لعسام الحضري على فلاشة مش بهذر والله والتدريبات اللي بيعملها عسام الحضري بيعملها عن طريق ميستر كيروش ده بجد على فكه هو المتحكم في كل حاجة ومتحكم في أي يعني في كل خطوة بتحصل وده حقه بس لازم يبقى الأدوار برضو بقى ما هو الناس دي شغالة معاكي بقى لازم ليهوا الدور بتاعهم ما إنت لما تبقى متجاهل دي يا السايد وعسام الحضري إنه إنت حتى بتديله التدريبات بتاعته ده مش صح على فكه وفيه شرط جزاء سوري من ضمن العقد بتاعه إنه هو كاتب إنه ليه حرية الاختيار وليه حرية إنه ممكن يمشي أي حد من الجهاز هل دي مأثرة على الجهاز الفني مع المنتخب وكله خايف وده اللي أنا شايفه إنه كلهم خايفيه الوحيد اللي قريب ليه محمد شاوي اللي هو المحلل الأداء بتدور إنت على حاجات كده ده بجد تمام أنا نفسي حد يطلع يقول لي إيه دور كابتن دي يا السايد وعسام الحضر عسام الحضر ما بيظهرش ولا كابتن دي يا السايد بيظهر في الكاد وتحس إنهم متقدرين يباين على ورششهم لينا خيبرات برضو في التعامل مع المدربين وتعاملنا حتى في الملعب بجد موضوع مستفزني جدا بشكل كبير جدا واعتقد إن أي حد ما فيش أي حد يقبل بالدور دوت إنه أنت تبقى متجاهل دورك حتى لو مساعد مدرب يعني مباراة الجزائر القادمة عايزين نتفرج بقى هو يعني النهاردة الناس أشادت وكلنا أشادنا بأداء المنتخب دي المباراة اللي جاية هي المباراة اللي هتحدد طريق منتخب مصر في الفترة اللي جاية مش في كاس العرب بس هتحدد طريق لمنتخب مصر على مدار الأربع خمس شهور اللي جايين لإنهي دي المباراة اللي فعلا هتقدر تقيم فيها جهاز فني وهتقدر تقيم فيها لعيبة وهنشوف الملعب الفترة اللي جاي واتمنى أن العيبة تكون على قدر المسؤولية لأنها مباراة مهمة جدا واعتقد أن احنا مش أقل من الجزائر مهما كان خصمك أقوى منك بس باسم منتخب مصر وبالتاريخ اللي عمله منتخب مصر على مدار تاريخه تقدر تقدر أن أنت تتغلب على منتخب الجزائر وتقيم في الأول آخر منافس الشريف تكسب المنتخب السوداني أربعة ردت أنت بخمسة عشان كده دايما بنقول هات أهداف قول للمنافس أنا جاي في الطريق أنا موجود أنا قوي هتكسب أربعة هتكسب خمسة ده اللي احنا كنا بنطانب وخلينا نتكلم أن على مدار تاريخ الكرة منتخب مصر مع الجزائر على مدار تاريخ الكرة وفي المنافسات احنا فيه منافس ما بيننا منتخب الجزائر على مدار تاريخه المباراة اللي جاية دي أعتقد أن هي هتفرم على الجيل بشكل كبير جدا عودة سكة الجماهير عودة سكة الإعلام الإشادة أنا من خلال البرنامج بتمنى أن كلهم يبقى نزلين عندهم الروح الاحترام للخصن يعني طلع الجهد اللي عندك كله وإبزل أقصى جهد عندك وحتى لو خسرت حتى لو خسرت هنحترم الأداء بتاعك بس نقدر نكسب منتخب الجزائر وأتمنى أننا إن شاء الله نكسبهم ويقدروا أنهم يعيدوا صفحة جديدة جدا مع جماهير الكرة المصرية والإعلام المصر يعني براهم تتوقع يحصل تغييرات في التشكيل ناس تبتدي وناس تخرج ولا من وجهة نظر ده شغل مدرب إن إزاي يقدر يعمل توليفة ما بين اللاعبة اللي كان بتشارك في الفترة الأخيرة واللعبة اللي كانت متواجدة في المباراة اليوم هو ده أنت عندك حلول كتيرة جدا وده شغل مدرب هيبقى نبقى رؤية الجهاز الفني مستر كروش هنشوف رؤيته عاملة إزاي وطريقة اللعبة حتى هتقدر تعملها إزاي من ضمن الحاجات اللي عايز أعرفها منك أنت النهاردة برضو فنيا تبيت ضاغط على المنتخب السوداني أربكتوا من البداية واستمرت دي حاجة كانت كويسة جدا هل مباراة الجزائر تضغط برضو من قدام البداية ولا تتأنى بس هيبقى فيه توازن دفاعي وهجومي يعني أنت على قد ما تقدر برضو لازم تيبقى فيه تأمين في نص الملعب لأنهم منتخب الجزائر بيعتمد على سرعة الأداء بتاعهم وسرعة الحركة بتاعتهم نقل الهجمة فأنت لو ما قدرتش أن أنت تدرسه ولازم يبقى فيه مشاهدة لمنتخب الجزائر في الفترة الأخيرة يشوف طريقة اللعب لأنهم عندهم سرعة كبيرة جدا وعندهم نقل الحركة والنقل من الدفاع للهجوم عندهم بيعملوها سريع قوي فأنت لو مش مقامل نفسك هتبقى مشكلة كبيرة جدا هيابلها منتخب مصر حقيقي لأنهم عندهم عناصر كويسة جدا والروح بتاعتهم جوى الملعب وفيه تجانس ما بين اللعيف عكس منتخب مصر أهمية المباراة بنلعب على المركز الأول خصوصا لمنتخب الجزائر المغربي يماشي بشكل كويس جدا وقدر يفوز على المنتخب الأردني النهاردة بربع هداف للأشياء ما بص هو خلاني نتكلم يعني احنا مش هنقيم بمباراة مصر والسودان أو لبنان صح ولا مصح بالضبط ما هو ده تقييم منتخب مصر احنا النهاردة عشدنا عشان عملوا مباراة كبيرة الاختبار الحقيقي المنتخب مصر هو مباراة الجزائر والدور اللي جاي اعتقد ان انت هتقابل المغرب واللي عايز يكسب بالمفروض انت هتقابل كل الفرة وتبقى عارف انت هتقابل هنختار على مزاجنا يعني مش اللعبة مش تقعد هاي والجهاز والنبي حتقولنا نلاعب ناسه السودان في مصري انت هتحطيت في موقف وتحطيت في موقف ان انت بتلعب باسم المنتخب مصر لو انت مش على قدر المسئولية يبقى خلاص انت ضيعت وقت كتير جدا وتغيير في جيل هتأعتقد ان انت هم عندهم فرصة ان هم يخلوا الجماهير ويخلوا الناس ترجع تاني وحتى النقض اللي نلاحب ننقضهم او بنتكلم عليهم نقدر نشجعهم في الفترة اللي جاي فهم هم اللي قدروا يتحكموا في زمام امور في الفترة اللي جاي طيب خلانا روح نشوف ترتيب المجموعات المجموعة الاولى الجزائر في دي المجموعة الرابعة اسف الجزائر في المركز الاول مصر في المركز التاني عشان كده المباراة القضية على المراكز متساوين لبنان والسودان متساوين في كل حاجة قطر المركز الاول دي المجموعة الاولى قطر والعراق في المركز التاني ست نقاط ونقطتين وعمل نقطة والبحرين نقطة تفضل المجموعة التانية الامارات ست نقاط تونس ثلاثة نقاط سوريا ثلاثة نقاط مرة ثانية بدون أي المجموعة دي احنا هنقابل المغرب المركز الاول ست نقاط الاردن سلسة نقاط السعودية نقطة فلسطين نقطة فانت لازم تكسب علشان هتقابل كده المنتخب لو كسبت ممكن تقابل المنتخب الاردني هو الاقرب يعني. عافاك منتخب الاردني منتخب كويس منظم جدا يعني. بسوء طبعا انت عشان منتخب المغرب عنده مجموعة من اللعيبة المميزة جدا والمهارة عالية جدا يعني عندك من شار ايه عندك اه 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 ازهاره ازهاره عامل بطولة مميزة جدا بصراحة حقيقة يعني. عندك ما شاء الله كل العناصر اللي موجودة عندك بدر بينهم في الدفاع يعني عندك عناصر مميزة جدا بص يعني موضوع صعب. يعني بتتكلم برضو ان انت تلعب منتخب الاردن منتخب الاردن عنده الطموح عنده لعبة مميزة جدا بس هي فرقات. اقول لك الحاجة براين مش في حاجة اسمهم ببراس سهلة. فيش حاجة سهلة. هتحترم الخصم اه هتزاكر الخصم بويس هتعمل تشكيلتك الصح هتلاقي الاهداف اللي انت عايزها هتقدر اتحقق. فرقات فنية خد بالك يعني هي فرقات فنية وانت عايز ايه. يعني بص والله كابتشاردي انا بتكلم في نقطة ان اللعيبة عندها يعني جزء مميز جدا النهاردة عامل ومباراك ويسا نستغل لها. يعني دي تبقى زي ما بيتقال ايه بداية الانطلاق لمنتخب مصر. وخصوصا كمان من الرأي العام دلوقتي والشرع المصري مبسوط. فخلاص الضغط اللي كان موجود في الفترة اللي فاتت خلاص يعتبر النهاردة كانت بداية التصالح ما بين اللعيبة وما بين الجماهير. طيب مسبوع اللي فات فجئتني وكالعادة انت مشاغب. على ايه. وكالعادة قلت لي يا نقدر اوقف. محمد. كل اللي يبيني. وانا والله برضو. طيب انا جعلك للموضوع ده باستفادة. طباب. اه خلاص احنا خرجنا كده من قصة المنتخب. اتكلمنا على امبورات الجزائر القادمة. بس عاستأذنك برضو كان في حملة للترويج اه لكاس الامم الافريقية في مصر هنا. سيادة الوزير اتكلم معنا كلام مهم جدا. نروح نشوف التقرير ده. ونرجع بقى نشوف ابراهيم هيوقف محمد صلاح ازاي ونرجع لحضر. ماشي بالشرع الناس عمان تسألني. تعالي. بس خليم الجواهير اعادنا مع المسؤولين وكان فيه خطة عمل كبيرة من ضمنها ان كانت افريدا لما يمر يمر بحالة كده ايه مستفس يعني يكون مصر كلها والعالم كله يشوف الترويج لمصر من خلال هذا الحدث الكبير. كمان الجولة بتونها في احد مفردات جمهورية مصر العربية الجديدة اللي يعني سيادة الرئيس اقال واوفى وبقينا في جمهورية جديدة من ضمن يعني داخل الجمهورية الجديدة هي المدينة الرياضية بالعصامة الادارية اللي اصبحت نادي النادي. احنا موجودين فيها وبنشرف وجودكو فيها في حدث كبير جدا او منشآت كبيرة جدا. الاستفادة من الحدث احنا بنعمل زي ماركتنج سيتي من خلال تسويق من خلال منتج. المنتج بتاعنا هو كاس افريقيا كاس اوتال والافادة ان الناس كلها من خلال الاعلام اللي موجود نستفاد من هذا الحدث. انا عايز اتكلم في موضوع تاني هو موضوع كبير جدا الحمد لله. قدرنا بكل دراسة وحكمة ان احنا نخرج وزارة الشباب والرياضة واللجنة الالمبية المصرية ان احنا نرجع الاتحاد رفع الاسقال لهذا الاقاف. احنا قمنا بدورنا في وقتها وحسبنا واخدنا اجراءاتنا القانونية وحولنا للنيابة. لكن في الاخر الاقاف موجود باسباب كتيرة جدا. قدرنا ان احنا الحمد لله يتم التعاون واخيرا احنا نلحق بفاك الاقاف ونصل الى المشاركة في بطولة العالم. لو ناشا ان شاء الله يرجعوا تاني. ومع شغلنا كبير بتخطيطنا في وجود مشروع قومي الموهبة والبتل الوليمبي. تزامن مع الانتخابات ومجلس ضرب النهانيو جديد. يغير ثقافة اللعبة وشكل ومضمون اداءها واداء اللعبين. ان شاء الله يكون في عشرين اربعة وعشرين حاجة كبيرة جدا. موضوع تاني اتحاد الكرة. اه وده حدث كبير اخر. قدرنا احنا نفك مشاكل كبيرة جدا. كان ممكن نتعرض لو ما كانش فيه حكمة في العمل. ستتعرض كرة المصرية للقاف. لكن الحمد لله لازم الناس استعرف ان بعد استخالة الاتحاد المصر كرة القدم كان لازم يكون خطواتنا مدروسة وفيها حكمة وصبر. اه طبعا احترمنا اه يعني الاتحاد الدولي اللي بنحترمه بنحترم قراراته والفيفا. اه وما كانش اه يعني واجب ان يكون فيه تصرف يحدث كما حدث من قبل في مصر ويطلع قراره وبعدين الاتحاد الدولي يقولها حل اه او هوقف يا امه وبعدين الكلام ده ما حصلش. احترمنا اللجنة الخماسية او نورمليزيشن كوميتي لجنة تسيير الاعمال احترمنا الاتحاد الدولي. كان فيه خط الطريق موجودة حصلت كورونا حصل تأثير. المهم بالاتحاد الدولي اه يعني منطقاء نفسه عمل قرار بلجنة ثلاثية تانية احترمنا ولم اه يعني نكابر في هذا الموضوع. لكن كان عندنا رؤية ان لازم يكون فيه اتحاد منتخب. حصلت مشكلة تانية ان اه خمسة يناير لازم يكون فيه انتخابات. كان فيه بعض المجريات تتعارض مع القانون المصري. احنا كل الشكر والتقدير لفقامة الرئيس اللي وجه وبشكل سريع جدا وقدرنا كدولة مصرية نغير بعض المعطيات. المعطيات نتماشى مع المنظومات الدولية واحترامها واحترام الكيان المصري. حيث ظهرت لنا مشكلة تانية اللي بيها جامعة العمومية اجتمعت من تلقاء نفسها واجتمعت على تعديل فيما تم في اللوايح. كان لازم نقدر هذا الموضوع لكن الاختلاف كان ممكن يؤدي لمشكلة اخرى. برضو احترامنا هذا الموضوع وتكتفنا وحصل اجتماع عليه في الحقيقة مع الاتحاد الدولي في القاهرة وحصل اجتماع تاني برا القاهرة. وقدرنا كمان ان احنا نصل لخطة موضوعة ان يكون الموافقة لان ما كانش فيه موافقة من الاتحاد الدولي اساسا على عقد الجامعة العمومية. الحمد لله حصلنا على هذه الموافقة. وكمان كان فيه اعتراض على بعض النقاط اللي قالتها الجامعة العمومية. قدرنا ان احنا يحصل توفيق والبنوت كلها يعني الحمد الله خلصت بنجاح. اه الان خلاص احنا في اكمال الخطة نشرنا تبقى لقانون المصري اللايحة. تم خلاص والف مبروك. ودلوقتي خطة الطريق ان احنا متماشين مع الاتحاد الدولي. بعثنا رسم النادي الاهلي احنا بنحترف ما نحترم ما اخذوا النادي الاهلي من اجراءات قانونية. احنا معاه خد كل اجراءات قانونية بنحترم هذا الموضوع. والله تفاصيل كتير. لكن مش هنقول تفاصيل احنا اه الوزارة جزء الحكومي موجود. بنقول نحترم ما يتم اتخاذه. وكل الشكر وتقديل ادارة النادي الاهلي قامت بهذا الموضوع. خد اجراءاتها القانونية كلها. احنا ورا ده واعلننا دوت يعني. مجرد تقدير ورؤية فنية جوه الملعب. وده اللي انا اتكلمت فيه. انه ممكن يكون صلاح اسرع مني صح? بس انا بالرؤية بتاعتي. والتفكير بتاعي. وبالخبرات اللي هي جوه الملعب اللي انت بتتاقلم عليها على مدار المباراة بتاعتك. تقدر ان انت تتغلب على السرعة بتاعتك بالدماغ. طب. عشان كده كده سلاح كده هتعامل معاه بالمخ. وهي انه بس انا هكبره ان انا باجري معاه القطعة دي مجرد بس. ان انا بعمل ايدي كده صلاح خرج برا الملعب. صح? انا انا شايف حاجة ابراهيم معاك كويسة. احنا ما يجي محمد صلاح. ناخدك ونروح. البلعب على ما نشوف على هربنا. لا يجيني من خمس ست سنين. بس انا عايز اقول لك انت بتتكلم في حاجة صح. ان المدافع جات له لحزة كان ممكن ياخد الكورة. بس لما قطع كتري على محمد صلاح. هي في اللحزة دي. قطع في الوقت الغلو. هات السورة اللي بعدها ممكن معلش. اتفضل السورة اللي بعدها. هي دي بقى خلاص. هو خلاص كده صلاح عندك. هو حط نفسه في منافسة في السرعة في الصلاح خلاص. هو مدام حط منافسة في السرعة صلاح هيسبق. ده شي طبيعي. لان هو زق صلاح زق الكورة. هو اعتمد على ان هو يجري مع صلاح. لا طبيعي ان انت صلاح هيسبقك لان هو خلاص. طب اقول لي رأيك في سؤالة ابراهيم كده مش شايف اللي في المبارات كتير اللي المدافعين بتتراس محمد صلاح بسهولة في معدن في مبارات كتير. اكتسب الخبرات بتاعته ابتدى يحفظ الملعب. هو الخبرات وكسرة المباريات وكسرة المشاركة ومع الثقة خلاص انت بالنسبة لك الملعب ده بيبقى عارف تحس ان انت حافز. انت عارف لما كون انا اتعلمنا كده بما تعمل لحد حساب جامد قوي. وتركز فوق الطبيعي. خلاص. خلاص. بتلاقي نفسك تقل في مستوىك. وفي نفس الوقت هو بقى يتمركز كويس وابتدى يتوقع. خد بالك التوقع ده مهم جدا للعب وهو صلاح في بداية يعني لو فيه الصورة اللي هي البداية خالص. هتلاقي صلاح توقع الخطأ بتاعه. هو لان المدافع عارف هو تردد. التردد بتاعه ده هو الخطأ دايما في ايه؟ في لحظة. هو تردد يقلمها ولا يفوتها فصلاح كان توقع. فهو خلاص في اللحظة دي صلاح ام ميسيك الكور ام زيئة. اهي. مش عارف صدقك ولا ما صدقكش ومش عارف. جاب 13 هدف الدور الانجليزي وده في الدور. بلاش علاقة بس بلاش علاقة. بلاش علاقة. هو مخ. مخ عشان الناس كده بتاع تسألني ازاي ان انت تقدر تتغلب عليه في النوت دي. هي والله بتكلم بجد. هي مجرد خطوة انا بجبر المهاجم ان هو يطلع برا اللعبة. هو آآ كولمن تعامل مع صلاح بالسرعة عشان كده صلاح سبق واحرز الهادف. كورة هيدا. تفكير. تعال لي يا ابو صلاح. طب عسألك سؤال. ايه. مين اللعيب? طبعا قبل قبل ما اتكلم بس شكرا لحسام رونالدو وشكرا طبعا للاعداد على على الصور الجميلة دي. ما لنت لك اوتيك اهو عشان تقعي. مش حرمك من حرمك. كان نفس اللقطة على فكرة والله يخبر بالك. هي مجرد بس. الطايمين. طايمين. طايمين. مين اللعيب. اللي في نفس مسلا سرعة صلاح او في قوة صلاح. وانت وانت بتلعب. حسيت اللي انت عملت عليه مطش جمد وقدرت تتوقف خطورته بشكل كبير. بس عندك اتاكة. دي كانت البداية. بعد كده اه يعني من اللعيبة المميزة جدا وكان سريع جدا. وآآ وعنده المهارة وعنده القوة. اه. 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 ده عضلاته مرسومة. اه. او فيه تاني كان لها بالسنغال برضو. اه. 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 هنري كامارا. هنري كامارا والحج ديوف. اه. لا. هنري كامارا كان سرعة. وتحرك. بس كان عنده مميزات كتيرة جدا. هي بس هي اخد بالك كابتش هادي. هو الموضوع خبرات. دعا. هو موضوع ان انت تحفظ الخصم بتاعك. وتبقى دارس الفيرود اللي انت بتلعب عليه. تدارسه من كل النواحي. طبعا ارونة كوني كان لأ اه. ده ما شاء الله يعني ما بيهمتش. بس انا بروه. ارونة. ارونة. اخد بالك طريقة لعبه كان بيزوق الكورة. اه. اللي هو خلاص. ما دمزقها دي كده انسان انت تجيبه. فهي تركيز مش اكتر يعني. اه. انت مسكته قبل كده في البطولة بتاعتك. 2006. 2006. ده كان. لا وحج ديوفه عندك. جافي ناجون? جافي ناجون ولا? اه لا. اه. يعني الحمدلله عايز اقولك حاجة يعني الحمدلله كنت في البطولة دي الحمدلله كان ربنا موفقني في البطولة ديت وعملت بطولة مميزة. برضو خد بالك برضو في نوعية لعبة مثلا بتستوتا. امم. يعني بتستوتا انت بتتكلم يعني حتى المباراة اللي انا لعبت فيها. في اس روما. في اكتر من كزا اه كروس بالنسبة له انت عارف انت بالنسبة لك بتستوتا ده ممكن يطلع في وقتها لك. لا اقولك الحاجة انت بتشوفه. اقولك الحاجة لا اقولك الحاجة. بتستوتا في المباراة دي عشان لعبتها. امم. ده تكوين جثماني. ما شاء الله مش طبيعا. انا بتتكلم بسطورة يا ما فكر. ومن انصف الفرص بتا لو سيبته جوه البوكس مشكلة. لا بس انا فيه والله كورة عملت بالعرض انا فاكرها. هو في دهري هو الطبيعي بتستوتا في الحاجات دي بيوم خاطة يعني. واخد خطوة بيطلع فوقك دورين. لانه مميز بني. دي حقيقة دي حقيقة. فسبحان الله في الوقت ده ما هو تركيز. انت عفو ابراهيم تذكر وانت بتتكلم بفكرتين المورادي. اه جماهير كاتماليا الملعب. اه. والجماهير الفاكر كانوا بيهتفوا بقولوا ايه? الحقهم. الحقهم. يا توتي. اه. اه. احنا عارف اقولك انا اسمعت الهتاب دا. كنت مهي. اه. 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 بس بعد كده لقوا المباراة بتاهربينه. ماردوش اخد بالك الحمد لله. ما يعرفوش الابراهيم ساعد موجود اللي وقف محمد صباح. لعبة ستوتة اخد بالك من الوهجمين. بتكلم بجد اسطورة. اسطورة بجد انت بتتكلم ان هو بتاعه. يعني انا وانت لو وقفنا فوق دماغ بح. هيطلع يا جبا. والله باتكلم بجد. فالحمد الله يعني الواحد برضو على قد ما ممكن كانت الظروف مساعدتش كتير. وآآ. بس الحمد لله الواحد يعني لعب برضو مع اسمات كبيرة جيدة. كان نفس بصراحة كان نفس العبدالد صلاح. بجد والله. بصراحة دي حقيقة. يعني كان نفس حتى يبقى يلحقنا من الجيل من الجيل بتاعنا. لان كان خد بالك كان هيفرق معاه بشكل كبير جدا من ناحية الخبرات مع المنتخب. لان خد بالك برضو صلاح جيه فترة معظم اللاعب الكبار اسمات كبيرة جدا اعتزلت. فهو يعني لما ابتدى يرجع يعني ابتدى يزهر للأضواء ويزهر النجومية بتاعته. كانت معظم اللاعب او الاسمات الكبيرة جدا اللي موجودة كانت كلها اختفت. فبقى الحمل كله من ناحية اعلامية ومن ناحية جماهيرية بقت على مين? على صلاح. هو صلاح برضو مهما كان مش هيقدر يلعب على واحده. هيقدر يلعب لوحده ويلبس 11 فنيلا. وبردو انا من خلال برضو الكلام انا عارف ان الحمد لله الواحد كلامه بيوصل ان برضو لازم مستر كروش ما يعتمدش ان صلاح هو ولا يوصلنا كاس عالم. وبردو وبتكلم برضو من ناحية جماهيرية جماعة مش صلاح هو اللي هيوصلنا كاس عالم لوحده. هي منظومة متكاملة من جهاز فني من لعيبة هو ده اللي هيوصلنا للفترة اللي جاي. وفي نقطة تانية برضو عايز اتكلم فيها وسبحان الله يمكن الكلام فتح بعضه يعني. على ان مستر كروش لازم يحط هدف بتاعه الاهم ودي بداية الانطلاق لك عشان توصل كاس عالم. وهي كاس امم افريقيا. ما تبقاش انت رايح اللي هو انت عايز تمثل يبقى تمثيل مشرف. لأ. لازم يوصله من الجهاز الفني. ان حتى الاعلام بتمنى ان الفترة اللي جاي يتكلم على النقطة دي. ان انت منتخب مصر من الناس يعني من المنتخبات اللي بتنافس وبتاخد بطولة. امم. مش مجرد ان انت رايح تمثيل مشرف او تجربة للبعد. لأ. امم. لان هيتحاسب وديت الحساب تقريبا اعتقد من كاس العرب. احنا سبع مرات واخدين بطولة افريقيا. هو. فالاكسر تتويل. انا هو اللي هيجيب له كاس امم افريقيا. وهو اللي هيوصلنا كاس عالم. لأ. انت عارف نفسي في مواتش في شهر تلاتة في تصفيات كاس العالم بروتن. يه. الاستاد يتفتح على اخره ويشوف الجماهير المصرية. عارف بقى يزهر امتى? لما لعبة لعبة منتخب مصر تعمل تمثيل مشرف وتحصل على بطولة كاس الامم الافريقيا. في الوقت ده. وفي كاس العرب. وفي كاس العرب. كاس العرب هي دي البداية. دي بداية اللي هو ايه. الالتفاف حوالي منتخب مصر وعودة الثقة من جديد. الجزء التاني كاس امم هي تلات مراحل. كاس العرب. دي اللي هي البروفا لمنتخب مصر وعودة الثقة للجماهير مع اللعبة. انت انا اسف على المقاطع عشان برضو الكلام بكلام يسكر يعني. انت الازواء اللي فات انت قط التصرحات بتاعته. قلت التصرحات مش منطقية. كلنا قلنا كده. دي حقيق. النهاردة تصرحات ولا انا لأ بحلم باللقب. ايه و كده. ده كان هو ده. ما هو ده اللي احنا عايزينه. ما هو ده اللي احنا عايزينه. حتى يبقى عندها ثقة في في الجهاز الفني. ايا كان بقى فيه خلافات وكده نخلق خلافات على جنب. الاجواء والجماهير ده خالته في البطولة. اكيد ابتده يحس بالمسؤولية. ابتده يحس ان برضو اخد بالك اكيد انا بمتأكد ما في المياه ان هو اه بيجيله كل ترجمة بكل الاخبار اللي بتنزل بكل النقد بكل الكلام اللي بيحصل من الشارع المصري. لان هو لو ما حسش بالاجواء دي اه تبقى مشكلة فيه هو. لان هو لازم يعرف كيمة منتخب مصر. وانا من خلال من خلال تواجد يعني لازم مستر كروش يبقى الهدف بداية كاس العرب. ثم كاس امم افريقيا لا بديل عنها ان انت تاخد البطولة وتقدر. احنا كان في اه في 2006 و2008 و2010 كنا لعبة محلية. بس كان عندنا الهدف. وكان عندنا اعلام وكان عندنا اه كان فيه نقد كتير جدا حتى الكابتل حسنش حد. بس بس بالشغله وبالعمل الجاد. وباختيار اللعيبة بدومه جاملات اللعيب اللي يصلح منتخب مصر ينضم المنتخب مصر. اللي ما يصلحش برا. لان في الاول اخر هيتحاسبه بالجهاز الفني باللعيبة. بالضبط. بالضبط. الفترة اللي جاية مش محتاجة مجاملات. توقع غير اه اخيرا لمباراة مصر والجزر بالنسبة لي اتمنى الفوض اكيد. بس المباراة صعبة. كتوقع صعبة جدا انت برضو بتلاقي بخصمه محترم جدا امكانيات عالية جدا. فلو احنا مش مهتمين بالمباراة دي اتمنى ما يبقاش فيه مشكلة وترجع تاني بقى لنقطة السفر زي ما بيتقال لانك بفترة اللي جاية محتاج تاخد ثقة اكتر. والنهاردة اتمنى تكون البداية. كالعادة كابتن ابراهيم الحوارات ممتعة معاك شرفتني ونورتني النهار. حبيبك شكرا. شكرا جزيلا. حبيبك. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة في قط اللبس. استنونا بكرة قبل دلوقتي بساعتين وتصبحوا على الف خيال.